بمتخبنا الوطني والنادي الاهلي حقيقة مبارح كلمت وقلنا الخبر الخاص ببيان النادي الاهلي والخطاب لأرساله النادي الاهلي الى اتحاد الكرة بناء على ان النادي الاهلي مشارك في السوبر افريقي اللي هيكون يوم 15 مصر عندها مباراة مهمة مع اسيوبيا يوم 8 هي مباراة اكيد طبعا تحصيل حاصل لكن طبعا لما نجي نتكلم فيه عندك رانكينج موجود تحسين الموقع بتاعك فيه الترتيب في الفيفا وفي نفس الوقت ترتيب المنتخبات الافريقية عندك فيتوريا نفسه عايز يحقق نجاحات ويكمل المكاسب اللي حققها مع المنتخب الوطني بالتالي فيه بعض الامور لدى الاتحاد المصري وفي نفس الوقت المنتخب وفيتوريا لتحقيق المكسب في الماتش اللي جاي وبالتالي نادي الاهلي في نفس الوقت عنده مباراة مهمة يوم 15 في بطولة السوبر امام اتحاد العاصمة الجزائرية هنا ايه اللي ممكن يحصل يعني من خلال معلوماتنا ان فيتوريا اختار اربع العيبة من الاهلي نتكلم محمد شنوي محمد هاني محمد عبد المنعم مروان عطية دول الاربع العيبة اللي ممكن بشكل كبير او يعني الاقرب الى اختيار فيتوريا وهنا فيه اهتمام زي ما بقول لكم كده من فيتوريا بالماتش ده بناء على الرانكينج للمنتخبنا الوطني وفي نفس الوقت ان هو يحقق مكسب جديد بالنسباله في ظل النجاحات اللي هو بيعملها مع المنتخب فده التفكير اللي بيدور في دماغه هل هيوافق هل هيقول لك لا لعيبة معايا لا مكمبيني عشان انا عايز احقق الكلام ده وكمل لنا المشوار اللي انا ابتديته مع المنتخب ولا بالنسبة للماتش ان انا العبهم الماتش الاولاني واتسيبهم ده النادي الاهلي يبقوا موجودين للفترة لغاية يوم 15 ماتش يوم 8 على فكرة ماتش اثيوبيا يوم 8 ماتش تونس هو اليوم 12 اللي هو الماتش الودي وبالتالي ده التفكير اللي ممكن يبقى عند فيتوري النقطة الاهم ان فيه اهتمام اهتمام كبير احتمال احتمالية كبيرة وفيه اتجاه لاتحاد الكرة انه يفتح للجماهير الماتش ده مجانا الجماهير تخش مجانا يبقوا متواجدين باي عدد بقى يعني العدد مفتوح جماهير مصيد تسند المنتخب الوطني يبقى ده عمليه فيه الماتش اللي جاي وده بيدل برضو على الاهمية الاتجاه موجود واتجاه بقوة الحقيقة داخل اتحاد الكرة ليه فتح الفتح والاستاد ليه الجماهير فيه ماتش مهم ولكنه طبعا زي ما انتوا عارفين هو تحصيل حاصل لان منتخب مصر وصل قريدي الى كأس الامة الافريقية بكودفور ان شاء الله كل التوفيق ليه منتخب فهننتظر يوم الثلاث فيتوريا هيقول ايه من خلال المؤتمر الصحفي اللي هيعلن عن تفاصيل القيمة الخاصة به منتخبنا الوطني وطبعا قيمة المحلين ان تم الالان عن قيمة المحترفين ولكن القيمة بالكامل بقى هتضم لعيب الاهلي ومين اللعيبة انا بقول لكم الاربع لعيبة اللي يعني قلنا عليهم واسميهم خلاص دول بشكل كبير متواجدين مع المنتخب الوطني كل التوفيق سواء بقى لمنتخبنا الوطني او للنادي الاهلي اللي برضو في مهمة 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 قوية لمنتخب لمصر من خلال تمثيله باسم مصر فيه بطولة مهمة وهي بطولة السوبر الافريق ما ننساش يوم السابق